هيك رتحنا نفسيا خلاص بس نعرف كل واحد برجو بيرتاح نفسيا بس انه بنا نعرف الشهر القادم هو شو حامل معه شايفة كيف السنة عم تمرق بسرعة يعني صلنا على الشهر الخامس يعني مادام غالية الشهر الماضي كنا عم نحكي انا وانتي وكنت معك بيتوقعات هذا الشهر وحكيتي بانه فعلا هذا الشهر هو شهر ضاغط بالنسبة ل يعني اغلب الموليد فالشهر الجاي حكيتي انه مو سهل ولو فيك ناخد منك لا ما بنا ناخد التفاصيل اه اكيد اكيد ولكن هيك بشكل سريع هلأ شو في التغييرات يلي حتزير خلال الشهر ومنها بيعرفوا كل الابرة شو مواقعهم تماما يعني اول شي في عنا خصوف ببرج العقرب بالاسبوع الاول يعني بخمسة الشهر وعنا التساطعش ايضا ولادة قمر جديد بالثور نعم يعني هدول حدثين كتير مهمين في ناس بيختموا امور وفي ناس بيبلشوا بامور جديدة نعم طبعا كوكب الزهراء يلي كان مرافقنا كل هذا الوقت ببرج الجوزاء رح ينتقل والسرطان بسبعة شهر كمان يعني هذا الانتقال مهم جدا كمان لكتير من الموليد عطارد بس المشكلة بيعطارد هلأ الشمس طبعا موجودة بيأثور شايفة يعني كل عنصر من عناصر الابراج الحصة بالشهر القادم نعم لحظة المائيين الترابيين يعني هلأ مثلا زهرة موجودة ببرج هوائي ببرج الجوزاء نعم من سبعة رح يروح لبرج مائي نعم يعني حيغير الحظوظ حيحلب الحظوظ يعني عطارد الشمس موجودة ببرج الثور ببرج ترابي ايضا عطارد بثور ولكن متراجع لعشرين شهر هذا التراجع شوي بيعمل تقاطعات يمكن ما تكون كتير مريحة نعم لا الكل ولكن في حدثين كتير مهمين واهم من هالكواكب السريعة شو هي اللي أولا انتقال كوكب الحظ هاي انتقاله من مين من برج الحمال لبرج الثور لبرج الثور كوكب المشتري هو الكوكب اللي بيحدد سيمات العام نعم كلها لكل المواليد لكل المواليد طبعا يعني هلأ اعتبارا من 16 شهر حيدخل برج الثور كوكب الحظ كوكب الفرص اللي هو الكوكب المشتري واللي نحنا بنسمي السنة عليه نحنا بنحكي عن السنة مين المواليد الأكثر حظا بين هنم يلي بيكون تأثير هالكوكب عليهم جيد هنم بيكونوا الأكثر حظا الأكثر تمام فهلأ مواليد ترابة يبلشوا يحضروننا حالهم هاي خبرية حلوة والله طبعا لا توقفوا عند التفاصيل وتقولوا المدام ما قالت هيك استنوا في تفاصيل في تراجع لغير كواكب لسه عنا سبع شهور تقريبا يعني بالسنة ولكن الإنسان وقت بده يبقى موضوع الحظ هو بده يجيه بفرصة مو كل يوم هو مبسوط لا أكيد أكيد طبعا حتما ولكن هو بيخلص السنة وبيقول والله أنا هالسنة صار معي هالشغلة يلي بيتزوج يلي بيلاقي شغل يلي بيسافر إذا كان هذا هدفه طبعا فهذا بيتحقق وقت بيكون الكوكب الحظ موجود وعن الماء يعني أنا بدي يكون هكي فضولية شوي مشان هكي مشان رفقاتي زملائي نعم هلأ بالبداية ما حدا يزعل لأنه في كواكب تاني بتدعم الناس اللي المشتري ما بيدعمهم نعم يعني مو بالضرورة هلأ بس في حدث تاني بيدي يصير بهذا الشهر أو بلشنا فيه وتراجع بلوتو بلوتو كوكب مهم كتير مديد الأثر بيكون موجود بكل برج لمدة عشرين سنة فهو يدخل بزيارة كتير خاطفة وسريعة للدلو هيكي كركة بالدنيا كركة بالدنيا يعني مثل حدا أعطاكي إشارة أنا جيت أنا وصلت بس لسا عموها النتائج تمام بس أنا حكيت عن بلوتو بحلقة ماضية قلت بلوتو بيعطي هو دخل بثلاثة وعشرين مقدار بيعطي إشارة لكل برج هيك إشارة ناعمة صغيرة بده ينتبه لها هاي الإشارة بترسم له بعدين يعني بترسم له وكيف حيكمل حكاتي عن هذا الموضوع صح وقلت الواحد بده يركز هيك شوي إشارة ما أنا مفهومة تمام ما بعرف خلال قصص معينة ممكن تصير تمام ممكن بيشغله بحياته شخصية بيفاهك فهلأ هذا الكوكب بلاش يتراجع بلاش يتراجع وبدو يرجع للجديد الله يستر يعني بالسادس بدو يرجع للجديد بعدين قولي بدو يرجع للدلو يعني هي عملية بس بين تراجع وتقدم هذا مهم الكوكب بكثير نرجع للحظوظ يلي كوكب المشتري هو يلي بدو يمنحها لمواليد التراب يعني مواليد الثور أول شي انتعشوا وانطلقوا مواليد الثور بس من بعد مع عطارد يبلش يمشي لأنه شوية عطارد بيغسس الخطوات يعني لأنه بطيء وموجود ببرج بطيء كمان يعني فحركته بتطباط بطيء بتكون من السريعة لا لا فبيجي بعدين مولود العذراء كمان المواليد يلي بناله نحظ من هلأ لنهاية العام حلو طبعا المشتري رح يبقى سنة بهذا الموقع يعني لسه على نص السنة الاربع وعشرين التانية نص الاربع وعشرين نعم مو بس هلأ بس عنده حركة تراجعية وقت بتراجع مو معت في حلص ولكن بتخص يمكن لا بصير بدك تبز لجهة نعم يعني بدك تضع في جهدك تمام بس الفرصة موجودة بتكون ما بيلغية يعني فبيجي من بعدهم موليد الماء آه الحمد لله الحمد لله والله فكرتهم آخر شي لا التغييرات في اللي رح تكون رح يستفيد الحوت رح يستفيد السرطان العقرب هو بالمواجهة أقل شيئا ممكن يكون عمده تغييرات بس يعني شوي في ضغط بيكون على العقرب نعم بالفترة اللي قادمة وبعد هنا دي يجوا بقى الناريين والقلمين بناحية وحسب موقع هاد الكوكب مننون آه يمكن المشتري بهذا الوجود هلأ بمنتصف ايار حيكون ضاغط كتير رح أقلك أربع أربع أبراج من أربع عناصر ضاغط لأنه بيعمل تغيير نعم عرفت هي فأباما بس ما بيكون التغيير يعني سهل 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 آه بيعمل لهم تغيير منهم ولكن ما بيكون سهل نعم لأنه التغيير يعني أي تغيير نور بيلابكك طبعا بيلابكك وشو ما كان بسيط فإذا كان تقيل أكيد هذا الشي صعب نعم فهننا طبعا موليد العقرب من المائيين موليد الدلو من الهوائيين موليد أيضا الأسد من نوريين أها من كل يعني من كل مكان مثل ما بيقولوا الماء هي العقرب يعني دائما في برج يمكن هو اللي بيكون أتعب أو من هو مرتاح كتير تمام أنا هدول اللي بيعملوا مربع مع الثور بيئة المشتري وما بننسى أورانوس الموجود كمان بنفس المكان يعني أورانوس ومشتري وعطارد بعلامة ترابية يعني سئيلة شوي يلا إن شاء الله سئيلة على هالمواليد يعني اللي ذكرتهم أكتر شيء طبعا طبعا إضافة إنه جوزاء كمان شوي شوي بيحس يعني فيه تغييرات بتطرق على حاله وعلى أحواله وبيحس شوي بالتأخير يعني فجوزاء كثير بده هيك يخطط لأموره بطريقة صح نعم يسلم هتم مدام غاليا وشكرا كثير لأليك يسعد لي صباحك وشكرا على الكلام الجميل أكيد نحنا بدنا نحكي كل شي يوم الأحد إن شاء الله هيك تفصيليا عن كل الأبراج وكل الموليد لا